ده كلام مهم جدا عشان كده اعتقد في كل المجالات مبارح ولا اول مبارح كان مستر مارسل كولر والجهاز المعاون بتاعه راحوا ظهروا فرع النادي في التجمع يمكن اول مرة كولر يروح فرع الاهل في التجمع الفرع الجديد والحقيقة استقبله كابتن محمود الخطيب وكان موجود طبعا العميد احمد النحاس مدير فرع الاهل في التجمع وديكوا شايفين كولر الحقيقة كان يعني مبسوط جدا من الفرع الجديد للاهل لانه كمان امكاناته مميزة جدا ومتطورة انت عادي تصلح ملعب التج صح هيتقفل عادي تصلح على اعلى مستوى ايه طيب ما انت عندك ثلاث فروع الثلاث فروع فيها ملاعب ايه انت معندكش مطشاط انت حتبق عندك فترات اعداد ايه وعندك اه يعني شوية جملة تكتكية هنا ولا هناك لانت محتاج ملاعب يعني قانونية من حيث المدرجات والدخول والامان والكلام ده فانت هو انا رأيي ان كولر زكي جدا والادارة برضو زكية جدا او ازكى منه بيحاولوا انه يفرجوا على امكانات النادي الاهلي عشان بقدر امكان ما يخرجوش برا النادي في التدريبات الا ازا كان عايز يعمل ماتشو ودي ولا حاجة لحد الملاعب دي ما تتصلح وانا اعتقد ان هو هيشوف حاجات كويسة يقدر يتمرن ودي تعمل ايه بقى استاذ ابراهيم ايه زي ما احنا بنقول كده لازم تروح للناس في المحافظات ايه قوي جدا لابناء العضاء بالفرق وبتدي فرصة للعيبة خصوصا الاجاني بيشوفوا لالي ده على حقيقته يشوفوه بجد بشريينه الممتدة ايه واحتخذ ان دي خطواتهم مهمة انك يعني انا طول عمر اقول يعني الناس ليه عايزة تسافر برا وهي لسه معرفتش بلادها تسافر جوه معرفتش تسافر جوه والله اسوان والله من اجمل بلاد العالم ايه من اجمل بلاد العالم اي كنيل و و نوبة المباني النوبية دي ايه ما فيش جمال كده في العالم ايه الاقصر بال بالقصار والقصار اكي انها بتشوهر لك وانت راكب المركب في النيل ايه عايزة تعديلك الشارع تسلم عليك ايه يعني انت ماشي جوه المعابد ايه في حاجة كده في العالم ايه طب احنا ازاي مش مكسرين الدنيا لان احنا ما عندناش ثقافة المواطن المصري اللي شاب بحس ان يحط ده على تليفوناته وينقل للعالم كله احنا عزيش شبابنا هو اللي يجيب شباب العالم كله ويبني ثقافة الالتحام ويوريهم حضارتنا ويعرفهم بيها هكذا الاهل يجب ان يعمل بهذا المنظور كل محافظة حتاجة كنوزة عندها لو الناس عايزة تشتغل كل نادي عنده مصادر ارادة لو عايز يشتغل الاهل ما زال عنده مصادر لم تستغل رب كله مقيلة ويقال والاهل محتاج ميزانية قد كده عشر اضعاف عشان يدي البلده انشاءات وابطال وانظمة وابتكار ومكانة رياضية قد كده عشر مرة اشتركوا في القناة